اشتركوا في القناة طوال شهر رمضان حسمي المقاطع اللي حتكون في شهر رمضان او سلسلة المقاطع اللي رح تكون في شهر رمضان حسميها سلسلة بترون من كتاب انا اخترت لكم هاد الكتاب اللي هو كروشي بوردر ليلة رمضان نزلت لكم مقطع كيف تعملي الاطار حوالين الاقمشة او حوالين الملابس هحط لكم رابط المقطع اسفل المقطع هذا يعني انتي محتاجة تجهزي قطعتك اللي رح حابة تشتغلي عليها سواء كانت شرشف صلاة فستان او حتى لو كانت كمان قطعة كروشي انتي مسويتها بطانية وهي حاجة تانية وحابة تعملي معها الاطار تقدري تبدأي معايا هحتاج للمقطع سنارة كروشي مناسبة للخيط اللي عندك او اصغر او اكبر زي ما انتي حابة انا مستعملة اتنين وربع مليمتر اصغر من المقاس المقترح للخيط خيط اللي انا مستعملته اسمه نيتشر كوتن ومقاس وابرة للتنظيف وطبعا شيء اساسي الحاجة اللي انتي حابة تشتغلي عليها واذا عندك الكتاب تفتحي على البترون عشان تتابعي معايا على البترون رح ابدأ شغلي في البترون وفي كل البترونات حق الكتاب باني اعمل دور اساس غرز حشو حوالين القطعة كلها ففي كل فراغ رح اشتغل اتنين غرزة حشو في كل فراغ رح اشتغل غرزتين حشو هذا حيكون معايا شيء اساسي في كل البترونات او في كل الاطارات اللي انا رح اعملها ان شاء الله طول الشهر فراح ابدأ حعمل حرتفع سلسلة وراح اشتغل عند اول فراغ اول سلسلتين اول غرزتين حشو في الفراغ اللي بعده غرزتين حشو في الفراغ اللي بعده كمان غرزتين حشو وحكمل لين اوصل عند الزاوية في كل فراغ ما بين الزواية رح اشتغل غرزتين حشو حيكون عندي هذا هو دور الاساس في كل البترونات ان شاء الله طبعا على الغرزتين الحشو على حسب فراغك فحاولي انك ما تكون مكبرة فراغاتك عشان فراغك يتحمل الغرزتين وما يكون صغير وما يتحمل غير غرزة واحدة شايفين كيف في الزاوية رح اشتغل ثلاثة غرز حشو رح اكمل بعد كده غرزتين حشو في كل فراغ لما نحاجي عند الزواية رح اشتغل ثلاثة غرز حشو رح اشتغل ثلاثة غرز حشو رح اشتغل ثلاثة غرزتين حشو انا هكمل خلف الكاميرا وحاجيكم وقت التكفير هذا هو شكل قطعتي لين الان هكمل وارجع لك الان انا قربت اوصل للنهاية رح اشتغل غرزتين في الفراق لقبل الزاوية في الزاوية رح اشتغل ثلاثة غرز حشو في اخر فراغ رح اشتغل غرزتين حشو ورح اقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا عملتها في بدايات السطر هذا هو شكل قطعتي كده اكون انا خلصت من الدور الثاني من ادوار الاستعداد الدور الاول كيف انه عملته اني اضفت الكروشي للقطع اللي انا بأشتغل فيها ثاني شي عمل دور استعداد عبارة عن غرزتين حشو في كل فراغ ثلاثة غرز حشو في الزاوية بتراننا اليوم الاثنين وعشرين من رمضان بتران رقم تمانية وسبعين من الكتاب هذا هو شكل البتران الآن عشان ابدأ دوري الثاني انا غرزة اللي قفلت بها الدور السابق عندي قبل غرزة المنتصف تماما فرح اعد بعد غرزة المنتصف اربعة غرز حشو رح اقفل فيها بمنزلقة انا اريد نقفل في اول وحدة رح اقفل في الثانية هقفل بمنزلقة في الثالثة منزلقة في الرابعة في الغرزة الخامسة رح اعمل رح ارتفع سلسلة رح ارجع لنفس الغرزة اعمل اول غرزة حشو رح ارتفع خمس سلاسل رح اتجاغل اربعة غرز حشو في الخامسة رح اعمل غرزة حشو رح ارتفع خمس سلاسل سلاسل حجاها الاربعة غرز وفي الخامسة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حجاها الاربعة غرز حشو وفي الخامسة رح اعمل غرزة حشو رح ارتفع خمس سلاسل رح اتجاغل واحد اتنين تلاتة اربعة وفي الخامسة اللي هي عندي الغرزة غرزة المنتصف تماما رح اعمل فيها حشو حرتفع سلسلة حرجع لنفس الغرزة اعمل حشو كده اكون انا عملت الزاوية اذا في غرزة الزاوية تماما رح اعمل حشو سلسلة حشو حرتفع خمس سلاسل ورح اتجاهل اربعة غرز حشو وفي الخامسة رح اعمل غرزة حشو واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حتجاهل اربعة غرز حشو وفي الخامسة رح اعمل غرزة حشو حكمل بتروني بنفس الطريقة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة حتجاهل واحد اتنين تلاتة اربعة والخامسة اللي هي غرزة المنتصف تماما رح اعمل فيها غرزة حشو حرتفع سلسلة رح ارجع لنفس غرزة المنتصف اعمل حشو ثانية وحرتفع خمس سلاسل حتجاهل انا عندي هنا واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة غرز حشو من الدور السابق الان رح اقفل بمنزلقة في اول غرزة حشو انا بدأت بها الدور وهذا هو شكل بتروني لان الان عشان ابدأ الدوري الثالث بحرتفع ثلاث سلاصل مما ثابت اول غرزة عامود بلفها والان رح اعمل غرزة البوكال او غرزة الفشارة باني اعمل خمس اعمدة كده مع سلاصل البداية عاملة ثلاثة اربعة خمسة هسحب خيطي من الابرة و رح ادخل ابريتي في ثالث سلسلة من الاسفل واحد اثنين ثلاثة و رح اسحب الحلقة النشطة و اكفل بمنزل حرتفع ثلاث سلاصل في فراغ الخمس سلاصل رح اعمل غرزة حشو حرتفع ثلاث سلاصل في غرزة الحشو رح اعمل خمس اعمدة 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 سلاصل و رح اعمل غرزة حشو حرتفع ثلاث سلاصل اعمدة الآن في غرزة الحشو رح اعمل غرزة بوب كار ثلاثة و رح اسحب اعمدة و رح اسحب حلقة النشطة و اشبب اول عامود مع اخر عامود أعمد والان في غرزة الزاوية تماما كنت عاملة في غرزة الزاوية حشو سلسلة حشو في غرزة الحشو الاولى kita عمل فشارة في فراغ السلسلة رح اعمل غرزة حشو في الحشو رح اعمل غرزة فشارة بس قبل حرتف اعترض سلاسل في غرزة الحشو الاولى في الزاوية رح اعمل غرزة الفشارة او البكر 3 4 5 رح اشكرك في اول عامود بمنزلقة حرتفع 3 سلاسل في فراغ السلسلة رح اعمل غرزة حشو حرتفع 3 سلاسل رح اعمل في غرزة الحشو التالية من الزاوية غرزة فشارة بمنزلقة رح اعمل غرزة حشو حشو بمنزلقة حرتفع 3 سلاسل في فراغد 5 سلاسل وبالتالي اراح اعمل غرزة حشو وهذا هو شكل بتروني لان الان حكمل وحوصل لكم حكمل خلف الكاميرا وحرجع لكم لي التكفي الان انا حملت الغرزتين الفشارة اللي في الزاوية بعدها رح ارتفع ثلاث سلاسل وراح اقفل غرزة حشو في فراغ الخمس سلاسل التالية قبل الاقفال ارتفع ثلاث سلاسل وراح اقفل بغرزة منزلقة في غرزة الفشارة من الخلف هذا هو شكل بتروني لان رح ابدأ دوري التالت من محل ما انا مقفلة بمنزلقة في غرزة الفشارة وراح ارتفع ثلاث سلاسل حرجع لنفس الغرزة اعمل غرزة حشو حرتفع اربع سلاسل رح ارتفع ثلاث رح ارتفع ثلاث سلاث سلاسل ساعami le cream حملها ترجى نصلا السلاسل س合 اب이라 سأعمل غرزة حشو ثالثة وحرتفع أربع سلاسل سأقفل بمنزلقة في السلسلة الرابعة من الإبرة الآن سأجي لي فراغة ثلاث سلاسل سأعمل في حشو غرزة الحشو سأعمل فيها غرزة حشو فراغة ثلاث سلاسل سأعمل في غرزة حشو في غرزة الفشارة سأعمل حشو غرزة الفشارة من الخلف وحرتفع أربع سلاسل سأقفل بمنزلقة في السلسلة الرابعة سأرجع لي نفس الغرزة أعمل حشو أربع سلاسل منزلقة في الرابعة سأرجع لي نفس الغرزة أعمل غرزة حشو أربع سلاسل منزلقة في الرابعة في فراغة ثلاث سلاسل رحامل غرزة حشو في غرزة الحشو رحامل غرزة حشو في فراغة ثلاث سلاسل رحامل حشو في غرزة الفشارة من الخلف رحامل حشو حرتفع أربع سلاسل منزلقة في الرابعة حرجع لي نفس الغرزة حشو أربع سلاسل منزلقة في الرابعة حرجع لي نفس الغرزة حرجع لي نفس الغرزة أربع سلاسل منزلقة في الرابعة حشو في فراغة ثلاث سلاسل حشو في الحشو حشو في فراغة ثلاث سلاسل حشو في المنزلقة شايفين غرزة الفشارة حدخل إبرتي في نصها من الأعلى وحامل غرزة الحشو أربع سلاسل منزلقة في الرابعة حرجع لي نفس المكان حشو أربع سلاسل منزلقة في الرابعة حرجع لي نفس المكان حشو أربع سلاسل منزلقة في الرابعة حشو في فراغة ثلاث سلاسل حشو في الحشو حشو في فراغة ثلاث سلاسل وأكمل بتروني بنفس الطريقة ما عندي شي مخصص لي الزاوية حكمل لي نوصل لي ورزة البداية وحرجع لكم عشان نقفل ما بعد الآن أنا عملت آخر ثلاثة غرز بكم في آخر فشارة في فراغة ثلاث سلاسل رح أمل حشو رح أمل حشو في فراغة ثلاث سلاسل رح أمل حشو ورح أقفل بمنزلقة في غرزة الفشارة الأولى ورح أرتفع سلسلة ورح أنهي شغلي شغلي وهذا هو الشكل بتروني لين الآن أتمنى أن المقطع أعجبكم وفادكم لا تنسوا اللايك و السبسكرايب وتابعوا الجديد اللي رح نعرض في القناة في الانستغرام رابط الأكاونت أسفل المقطع هذا كل شي بالنسبة لليوم أشوفكم بكرة بإذن الله باي